على الاعتصام هذا الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تنظم ندوة علمية تتضمن قراءة في تطور الإطار القانوني للقطاع السمعي البصري بين الموجود والمنشود والندوة تنتظم بدار المحامي بتونس مع 11 مطع السباح بسبب تواصل الاعتصام بجيبس الشركة الوطنية للسكاك الحديدية بجيبس تقرر أنه تكون المحطة النهائية في سفيقس عوضا عن محطة جيبس بعد طاعة الحركة القطارات صار اجتهاد البارحة وخرج بلاغ ينظم فيه عملية عودة القطارات إلى الوصول إلى جيبس والبلاغ هذية خرج البارحة من طرف الشركة التونسية للسكاك الحديدية فما تنظيم آخر لأسفرات القطار تنظيم آخر ولربما بيش تعود الأمور إلى ما جراها انتلاق المليوم وغدو الديوان الوطني للزيت اليوم ينظم حفل تكريم للفائزين في مسابقة جائزة الديوان لأحسن زيت زيتون بكر ممتاز في دورتها الثالثة 2020 والحفل بشكون العشية مع الساعتين وزارة الشؤون الثقافية تفتح باب الترشح للانتفاع بمنح مساعدة ظرفية وقتية للمبدعين والعملين بالحقل الثقافي والوثائق المطلوبة هي استمارة تعمرها حسب كل هيكل الثقافي معني نسخا بطاقة احتراف فني أو شهادة مهنية مسلمة من مصالح وزارة الثقافة أو وثيقة انتساب وشهادة بين الوضعية الضمانية للمعنى بالأمر والمطالب تودع وجوبا بالمندوبيات الجهوية للثقافة الراجعة بالنظر لكل شخص وتكون قبل 4 ديسمبر 2020 وبطبيعة كل التفاصيل تلقاوها على صفحة وزارة الثقافة نقابة المهنة الموسيقية والمهنة المجاورة المعتصمة بمدينة الثقافة ما قبلتش هذه هي الإجراءات ومزارة تواصل في اعتسامها واليوم عندها جلسة واجتماع باللجنة العلمية مع حضور السيد وزير الثقافة ووزير الصحة وإن شاء الله يخرجوا بقرارات إيجابية تهم القطاع وتوقف الاعتصام هذا هو المشكلة اللي يعيش فيه المثقف والمبدع والموسيقية التونسي بداية من غدوة تنطلق الحملة الأممية للقضاء على العنف المسلط ضد النساء وتتواصل العشرة ديسمبر 2020 تحت شعار نساء متعلمات مواطنات فاعلات وفي نفس الإطار اليوم وزيرة المرأة تشرف على الندوة الصحفية لعرض برنامج الحملة بعد ما تقرر التمديد في المسابقة الوطنية للصورة والفيديو والتصميم في إطار برنامج الحملة 16 الممول من الاتحاد الأوروبي حول المساوات بين النساء والرجال ومقاومة العنف القائمة على النوع الاجتماعي والتمديد لغدوة 25 نوفمبر 2020 بمجلس نوة بالشعب تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعاتها للاستماع إلى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021 مهمة الوزارة للسنة القادمة ولجنة الفي لحاول أمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصيلة تعقد اجتماع للاستماع إلى وزير النقل ولجنة الشباب والشؤون الثقافية تستمع إلى وزير الشؤون الثقافية بالنيابة بخصوص ميزانية الوزارة لسنة 2021 هذا بالنسبة لمجلس نواب الشعب